كشفت الولايات المتحدة والصين النقاب عن اتفاق لزيادة التعاون بينهما لعلاج أثار التغير المناخي بما يشمل خفضا بعاثات الميثان والتخلص التدريجي من استهلاك الفحم وحماية الغابات واعتبرت واشنطن وبكين أكبر المساهمين في العالم في انبعاثات ثانيكسيد الكربون أن الإعلان المشترك حول تعزيز التحرك حيال المناخ سيؤدي إلى التوصل إلى تسوية طموحة ومتوازنة في مسألة الحد من الانبعاثات والتكيف والدعم المالي وآثارت أول مسودة لاتفاق كوب 26 بيغلاسكو كشف النقاب عنها في وقت سابق أثارت ردود فعل متباينة من جانب نشطاء المناخ والخبراء